عدم انتخاب رئيس البرلمان وعدم إدراج انتخاب رئيس البرلمان هو يأتي ضمن سلسلة الفشل البرلماني في تنفيذ ما وعد جمهوره به وتنفيذ المهمة التي بالأساس تم انتخابه لها التنافس على منصب رئيس البرلمان بلغ أشده منذ اللحظة الأولى التي أقيل فيها سيد محمد الحلبوسي ونلاحظ أننا على مدى ستة أشهر من هذا التنافس الشديد أن الجميع متفق على أن لا يتم تمرير حسم موضوع اختيار رئيس البرلمان في الإطار التنسيقي ما زال يؤمن أن عدم وجود رئيس البرلمان من المكون السني هو فرصة جيدة له للسيطرة على السلطة التشريعية من جهه وبالتالي في كل مفصل من مفاصل انتخاب رئيس البرلمان نرى أن الإطار ينشطر بطريقة مدروسة وربما تكون ممنهجة ومنظمة من أجل أن لا يحصل أحد المرشحين على عتبة الفوز من جهة ثانية أيضا نرى أن المكون السني بحزبيه الرئيسيين الخنجر والحلبوسي منشطرون بشكل كبير ولا يقدمون المصلحة الوطنية ولا حتى المصلحة المكون نفسه من أجل تمرير انتخاب رئيس البرلمان فالكل حريص على أن لا يحصل الطرف الثاني على منصب رئيس البرلمان من أجل بقاء سلطته وبقاء نفوذه وبقاء مشروعه السياسي ضمن المشروع الأكثر حظوظا في الانتخابات القادمة الجميع يخطط للمرحلة القادمة لا يريد أحد أن يقدم تنازلات للطرف الآخر من أجل تمرير انتخاب رئيس البرلمان ومن ثم الإدراج المشاريع بالشكل الصحيح وفق الاستحقاقات